السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي نشاهد مواقع اسمه Artflow هذا Artflow تبدأ تعمل شخصية والشخصية تستطيع تعملها صورة كما تريد يعني انت ممكن تخش على اي بنامج تقوله اعملي صورة صورة مثلا طفل يلعب كرة ولو تقوله اعمل لي صورة تانية او اعمل لي صورة تانية هتجيب لك شخصية تانية مختلفة فلو انت تعمل قصة او فيديو هتلاقي الموضوع مش ماشي كل مرة بغير شخصية فلذلك احنا هنستطيع ان نعمل أكتور او ممثل وتقدر تعمل شخصية لي هكي انا في الأكتور وقوله ان انا عايز ارفع الصور فهو انا بطلب مني عشان صورة على القلم ده الاسم انا رجل او امرأة شخص كبير او طفل تقدر تضيف بقى الصور زي ما انت عايز المهم يكون الصور واضحة ما تكونش بظهرك ما تكونش بعك اشخاص تانية كل ما تضيفه صور هو كل ما يتدرب بشكل افضل بعدها تقوله ستارت ترينينج هو يبدأ تدرب على الصور دي هتاخد تقريبا من ساعة لساعتين لحد ما يستوعب الشكل اللي هو يعمل لك شخصية شخصية دي بعد كده اقوله وخليها تلبس ملابس طيار ملابس رجل مطافي هيبقى جاهز لحاجة زي كده تقريبا بعد تلت ساعة بدأت الصورة هي تبقى موجودة تمام وبقى في صورة موجودة للشخص اللي انا عايزه تقدر تكتبه بقى بروميت تحس تلبسه اي حاجة انت عايزها تقدر تختار اكتر فيبقى متخصص مع الشخصية ديت الصور دي كلها هو عمانة من غير ما اقوله تمام يعني انا ما اقوله حاجة خالص راح واخد الصورة وبدأ يحطها في اشكال متعددة بالشكل دوت تمام من غير ما اقوله حطها في شكل هاريبوتر او حاجة زي كده بس هو بيوريك مثال تمام يعني لو انا قلت له مثلا على صورة طيار هياخد صورة الشخص اللي انا غزيته بالصورة بتاعته ويخليه طيار على طول اوتوماتيك طيب هنا مثلا عندي هنا امش استوديو كل الصور 8 صور دول هو عمالهم كده ايه جدعانة من عنده ممكن بقى اقوله اي حاجة بس اهم حاجة او انا بختار اكتر هاختار الشخص اللي انا عمل بالشكل دوت تمام وممكن بقى تزبط ممكن تزبط كذا او احطيلي مثلا اي حاجة هقوله هيروح ايه حاطة الوجه اللي انا مختار تمام طيب عايز بقى الـ select style ممكن تختار بقى حاجة سينمائية ممكن تختار كارتون ممكن تختار اي حاجة من اللي انت عايزة تمام واقوله طبعا كل ده ببلاش اللو فلوس هيسرع لك عمالية انشاء الصور كده انت دربت الذكاء اللي اصطناعي بتاعك على شخصية معينة الكلام ده كان زمان بيكلف بلوت كتير جدا والجهزة كتير جدا وتقعد فترة طولة جدا تبرمج دلوقات يبقى الموضوع سهل جدا مع الموقع اللي اسمه ارتفلو لو حد يعرف موقع يقدر يخليني اثبت صورة معينة لكن صراحة جربت كتير ما بتسبتش الصورة بتاخد جهدك حتى متجورني بتطرر تبزير جهد كبير جدا ومحلوك كتير جدا عشان تثبت الصورة اللي انت عايزة وكذلك طبعا نرده وكل برامج دهت الموقع قنات ديني 100 نقطة طبعا كل ما بتعمل حاجة بياخد منك نقطة واحدة اول حاجة تبدأ بيها تبني الشخصية بتاحتك وبعد كده ايميج ستوديو تقدر تطلبه بروميت يعطي الشخصيات تحتك في الصورة ديات وبعد كده فيديو ستوديو هنبدأ نشوفها بتخلي في حركة للصورة وتقدر تعمل مشاهد كتيرة ففي الاخر يطلع لك فيلم سينمائي وبعد كده ستوري تقدر تعمل قصة كده بالشخصيات اللي انت ابتكرتها نقدر بقى نفطر اي صورة وقدر قل له اعملها الانيمي فيبدأ ان هو يوجد حركة معينة فهو هنا بيقل لي اعمل انيبل الانيميشن تقدر تكتب له تاكست وهو يبدأ يقرأ التاكست دوت وساعتها هيبقى عندك قصة سيناريو ثالثة ان انت تعمل 20 شوت مجاني تمام؟ طيب هقول له اي ايام ايجبت تمام؟ وبعد كده بتقول له بقى ايه تبدأ ورين الصوت طبعا تقدر تختار اي صوت من هنا البريميوم ده لازم يكون تعمل او تدفع فلوس ها ايه ايه هو بقى هيبدأ يتدرب عليها ويبدا ان هو يخلي الشفيف مع الوجه مع الوش مع كله يتحرك مع الكلام زي ما انت شايفت الصوت كده تحرك ويعا ما نستيكسل زي ما هوه لي تقدر تدس بلصت وتقدر تديه لقتاكة كتيرة خلصت هتقوله بقى اقسببورت انيميت هايبدأ يدرب الوجه والجسم على الكلام اللي مكتوب بس ياخد منك الوتستين تمام بيقولك اي اسم هندي له مثلا ار تمام وتقولك سيبرت فيديو فيبدأ هنا بقى يكون لك الفيديو طبعا فيه تمبلت كتير جاهز وفيه تيتوريال لو انت عايز تشوف شرح الموضوع بيتم ازاي اي هنا بيقولك خطوات بيقولك كون الشخصية اللي انت عايزها وبعد كده كون الصورة وبعد كده كون الفيديو الخطوات دي تقدر تعمل فيلم كامل تخلي في شخصية ثابتة تمام طبعا لو بفلوس بيتعمل شخصيات كتيرة لكن مجانا هي شخصية واحدة بس اللي معاك طيب تعال ابدأ ندرس كده على الفيديو انا موز من ايجيبت تقدر بقى تحمله كملف فيديو وتقدر انت تشاركه مع الناس تمام وممكن تحمله بالترجمة لو انت حيبك هو بس كتب الاسم هنا لان هيا ده كل ده مجاني تمام فهي خطوات ممكن تقوله بقى انا عايز اعمل ستوري الستوري برضه عامل زي الفيديو تمام هتقدر تعمل حاجة بالشكل دوت زي قصة من كوانا من مشاهد زي ما انت عايز ستقوله انا عايز ابدأ القصة طيب ممكن تقوله ساعدني كتابة القصة او انت عند القصة جاهزة هتكتبها له طيب بيسألك بقى بعض الاسئلة مثلا بتكلم قصة عن ايه هل هي خيال علمي او الجريمة او لا هو باب يألف لك قصة كأنك روح تشت جي بيتيو وكتبه لك قصة فانه هو تقوله ألف لك قصة هياخد بقى قصة دي ويقسمها للمقاطع وكل مقطع يعمل لصورة خاصة بيه وهذا كده يخلي فيها حركة بحيث ان احنا نقدر نعمل ستوري هنا بس بنختار المقاس ويحنا قدناه نهوية خيال علمي وممكن نخليها وبعد ذلك بيقوله دول الشخصتين الموجودين لو اتعايز تغيرهم فهقوله لا وديني الستوريبورد بقى فبيبدأ زي ما تشايف يكون لك القصة كل قصة من كارب المشاهد كل مشهد هو بيكون له الصورة بتاحته بحيث تلاقيه معك قصة جميلة جدا وسهلة جدا وابسيطة تمام وتقدر طبعا تتغير التكست وتغير الصور وتغير كل اللي انت عايزه فبيبدأ يعمل لنا الستوريب الشكل دوت وتقدر تختار الصورة دي او الصورة دي اللي تلاقيها انسب للكصة بتاحتك تمام هو بدأ يعمل القصة هو مايا والكس بمشيين في الشوارع وبيقابل دنيا صورة فعملنا قصة كاملة تمام باقل موجود ممكن لو انت عايز تعمل اكسبورد هيكلفك اثنين وتغيرتين نقطة تمام فتقدر تدوس هنا وتبدأ باقي تطلع لك الستوري تمام دي الستوري اللي احنا عاملينها دي استوري ناس تانية عملاتها هتطلع بشكل دوت صورة وفيه صوت موجود معاها تمام انا كتب بس صوت هاو فتطلع لك صورة كاملة فخطوة خطوة تعمل شخصية هوت وبعد كده تقلف character هاو وبعد كده الimage تكون صور كتير جدا هوت تمام عم وبعد كده الفيديو تعمل باقي فيديو انت عايز او تعمل story studio